أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان برمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شارقة رئيس جامعة الشارقة عن سعادته بتخريج أكبر دفعة من طلاب وطالبات برامج الدكتوراه والماجستير والبكاليريوس مما يدل على المستوى الذي وصلت إليه جامعة الشارقة في كافة الجوانب جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد بمكتب سموه في المبنى الرئيسي للجامعة في إطار سعي سموه الدائم والمستمر للارتقاء بكافة ما يتعلق بالقطاع الأكاديمي في إمارة الشارقة ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد بمكتب سموه في المبنى الرئيسي للجامعة وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بتخريج أكبر دفعة من طلاب وطالبات برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس مما يدل على المستوى الذي وصلت إليه الجامعة في كافة الجوانب وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن التفوق الكبير والنمو الحقيقي لجامعة الشارقة بوصولها إلى مرحلة تقديم شهادات الدكتوراه الفخرية لأصحاب الأعمال والإنجازات العظيمة في خدمة المجتمعات والعلوم كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة بالإسراع في تحويل فروع الجامعة إلى جامعات بالتعاقب بدءا من فرع مدينة خورفكان في الأول من سبتمبر للعام 2022 ثم فرع مدينة كلباء ثم فرع مدينة الذيد وتوجه سموه بجزيل شكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الأمناء على دورهم في تقييم وتطوير الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تطرحها الجامعة إلى كافة أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية على ما يبدلونه من جهد في تطوير العمل الإداري والأكاديمي واعتمد مجلس أمناء الجامعة خلال جلسته موازنة الجامعة للعام الأكاديمي 2021-2022 والبالغة مليارا وتسع وعشرين مليون درهم حيث وضعت الموازنة الجديدة لتدعم خطط التطور والتقدم واستمرار العملية الأكاديمية كما اعتمد المجلس إنشاء مركز دراسات الأسرة والطفل والذي يعد الأول من نوعه في الدولة وأقر المجلس خطة الخريف للعام الأكاديمي 2021-2022 المبنية على العودة إلى الحرم الجامعي مع استمرار التعلم الهجين المرن ضمن ظروف تحسن حالة الوباء كما اعتمد المجلس قائمة الترقية التي قدمتها اللجنة الأكاديمية بالإضافة إلى تقديم برامج أكاديمية جديدة للاعتماد منها برنامج دكتوراء الفلسفة في علوم وتكنولوجيا حفظ التراث وإدارته وبرنامج ماجستير الآداء في الوثائق والمخطوطات والأرشفة وبرنامج بكالوريوس العلوم في الميكانيكية الإلكترونية والروبوتات واعتمد المجلس أيضا تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات تخرجهم لبرامج الدكتوراء والماجستير ودبلوم الدراسات العليا في فصل الربيع 2021-2020 واطلع المجلس على تقرير الدكتور أحمد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الذي تضمن مجموعة من الإنجازات التي حققتها الجامعة على كافة المستويات